لسه مع النادي الاهلي وفيما يخص احمد عبدالقادر كلام كتير عن دي وزعل واحيانا غضب من احمد عبدالقادر انه هو ما بيشاركش كتير مع النادي الاهلي في الفترات الاخيرة وانا دايما ادام الزعل ما وصلش لتجاوزات او مشاكل بقدره جدا اي لعب بيقعد على الدكة بيبقى زعلان بيبقى متدايق بيبقى غضبان نفسه يلعب بس المهم لا تتجاوز تلتزم دائما ما تعملش مشاكل ساعتا احنا هنقعد هنا نقول يا جماعة الراجل ده محترم جدا اللعب ده من حقه يا شارك وحن نتكلم بالنيابة عن اللعب اللي ما بيشاركش فاحمد عبدالقادر زعلان كابتل خالب بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي وعدوا انه هيعمل معاه جلسة خاصة بعد مباراة تقسمة وطلب منه انه ما يتكلمش في اي امور تخص عروض داخلية او خارجية او يتكلم عن جلوسه احتياطيا ويزبر لحد ما خالب بيبو ينقله وجهة نظر كولر في عدم الاعتماد عليه في الفترة الماضية بالمناسبة عبدالقادر عنده عرض من قطر وطلب من النادي القطري ارسال عرض رسمي للنادي الاهلي في يناير عشان يمشي من الفاق ده فيما يخص عبدالأدر اشتركوا في القناة